يواصل معبر رفح فتح أبوابه يومياً أمام حركة عبور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة كما تستمر مصر في فتح بوابة معبر رفح البري أمام استقبال الجرح والمصابين والحالات الإنسانية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية عمل متواصل لا ينقطع ولا يتوقف هذا هو حال معبر رفح البري الذي يعمل على مدار الساعة لنجدة الأشقاء الفلسطينيين فالمعبر يفتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حالة نقص الغذاء داخل قطع غزة وإمداد ما تبقى من المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية المعبر يعمل دون إجازات رسمية فيومياً تدخل شاحنات الوقود من البوابة المصرية إلى الجانب الآخر حيث الأراضي الفلسطينية مما تساهم هذه الشاحنات في تشغيل أفران الخبز لتوفير رغيف عيش وغذاء للأشقاء هناك فضلاً عن مساهمتها في تشغيل المرافق الحيوية كما تستمر مصر في فتح بوابة معبر رفح البري أمام استقبال الجرح والمصابين والحالات الإنسانية لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بتجهيز أحدث سيارات الإسعاف المجهزة بطواقم طبية متكاملة ومتخصصة وتستمر دخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية وكان آخرها دخول القافلة السابعة التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي لا زال يواصل عمله في دعم الأشقاء تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني محمود جميل التلفزيون المصري